تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وجزاكم الله الفخير وجزا الله جنود المجهولين وراء الكواليس شيخنا الكريم أنا بس حابب أضيف نقطة على موضوع سوريا والشيعة هناك النظام السوري حسب ما يتداول في الأخبار سمح للشيعة العوام للوصول إلى الأراضي السنية في سوريا للطواف والمشاية وممارسة تخزعبلات الشيعة وزيارة البرائح وأصبحوا من الجديد صاروا يزوروا قبر الصحابة الجليل معاوية بن أبي سفيان ويسفهون ويرمون السباب ويضربون أعزكم الله بالأهذية على قبر معاوية رضي الله عنه وكرم الله وجهه عن ما يصنع الشيعة وكل هذا شيخنا تحت حماية الجيش السوري جيش بشار الأسد والميليشيات الإيرانية وغير ذلك يا شيخ يعني أنا حابب أضيف هاي النقطة بالذات أنه الناس في سوريا لا تجد لقمة العيش والحصار شديد على أهل السنة البسطاء والذين لم يستطيعوا التعلم من صغرهم فعم الجهل بينهم وأصبحوا الشيعة العراقية والإيرانية يدفعوا المال للناس البسطاء ليستشيعوا بمقابل المال ولقمة العيش البسيطة والله أنت فكرتني فكرتني برضو أخ كتاب للنهاردة يا أخوانا زواج الأخوات السوريات السنيات من العراقيين باطل عراقيين الشيعة طبعا من العراقيين باطل زواج ده لا يعد زواج في ناس كتير وبعدين بيخفو عنهم الهوية يعني بيروح يتجوز الأخت السورية بينزل سورية وطبعا هي عايزة تخلص من الوضع اللي هي فيه فبيجي لها بيقول لها أنا عراقي وهي مش عارفة عراقي سني شيعي وممكن يكون الموضوع مش في دمخها أو واحد عراقي جاي ينتشلني من اللي أنا موجودة فيه تمام فبيتقدم ليه وبيجوزها وبعدين تتفاجأ انه هو شيعي وبالأفعال السوداء بس خلاص بعد ايه بعد ما جابت منه عيل تمام فيا اخوانا يا اخواتنا السوريات ياريت توصلوا كلامي لهن ياريت يا اخوانا توصلوا الفيديو ده لكل سورية لا يجوز ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم لا يجوز لا يجوز السنية بصفة عامة ان تتزوق شيعي لا يجوز لا يجوز واحذرنا يأتون اليكم يقولون نحن عراقيين فقط فياخذ السورية وتتفاجأ بعد ذلك بانه شيعي وطار اشياء لم تراها ومن الممكن ياخذ فيتيات لا يفرقون بين سنة وشيعة فيظنوا ان هذا الاسلام فكلامي برضو لأولياء الامور لأولياء الامور والله سوف تحاسبون فالله المستعان وَلَعَبِدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ الله المستعان أَكْبَكُمْ أَوْلَوْ أَرْقِمْ أَبَقْبَكُمْ أَادًا أَا永Бَ اعْلَوْ أَرْقِبَقْفِztَ اَبْبِودُ مُشْرِكَرْضَ